مرحبا بحلقتنا اليوم رح نحكي عن كيف فينا نخفف من تلوص الماء لازم نعرف انه تلوص الماء بيأزل كل والدولة مش هي بس واحدة المسؤولة فنحن كمجتمع ايضا مسؤولين وكأفراد بالمجتمع كل شخص بيقدر يعمل فرق وبيقدر يحمل الماء وانا اليوم رح اعطيكم كم فكرة سهلة منقدر نطبقهم تنحمل الماء اولا نجرب نستخدم وسائل التنظيف والصابون الخالي من الفوسفات وقد ما فينا نقلل من استخدام مبيدات الاعشاب والمبيدات الحشرية والاسمدة نحافظ على مياه الانهار والبحيرات ومنكب فيها النفايات والمخلفات تبعنا ومن نتردد ابدا انه نبلغ عن اي مخالفة او تلوص للماء منشوفة نحافظ على الماء وننتبه دايما انه تكون حنافية الماء مسكرة اذا ما عم نستخدمها قد ما فينا نحاول نزرع شجر ونبات فالشجر بيقلل من سرعة جريان الماء على سطح الارض وبيحافظ على رتوبة الارض وما نستعمل ابدا البلاستيك وقد ما فينا نستبدله بالكيس القماش او بالانانة لازاز يلي ممكن تستعمل اكتر من مرة لانه غالبا اكيس البلاستيك بينتهي فيها الامر بالمحيطات وبالبحيرات والانهار وبتلعب دوري كتير كبير بتدمير الحياة المائية وانا باخر هالحلقة بدي لكم انه الماء مسؤوليتنا كلنا ليف رايت وحافظوا عليهم